موسيقى بسم الله يا ابن ابن راح قدس الله الواحد امين اهلا بيكو في ايه في حكاية ايه اليوم انجيل معلمنا لقى صح 9 ايه 16 في معجزة اجباع الجموع يقول الكتاب المقدس فاخذ الارغفة الخامسة والسمكتين ورفع نظر نحو السماء وبرك هن ثم كسر واعطى التلاميذ ليقدموا للجمع ودي الكلام ده اللي احنا اخدناه في القداس الالهي وبنصلي فيه بنقول ورفع نظر نحو السماء وشكر وبعدين وبارك وكسر واعطى والحاجات دي هي مفاتيح الله للبركة دي المفاتيح اللي ربنا من خلالها بيبارك حياتنا كلنا كل حاجة بنعيشها كل يوم احنا بنعيش فيها التلات حاجات المهمة دي بنرفع نظرنا دايما للسماء لفوق بنشكر على كل عطايا اللي لنا بنقسمها مع كل الناس اللي حولينا اي حد عايز يشوف بركة في حياته ياريت ياخد بالهم تلات حاجات دول اللي قدمهمنا ربنا يسوع المسيح لكل المجد نرفع نظرنا دايما النفور رفع نظره نحو السماء نشكر في كل حال زي معلمتنا صلاة الشكر في صلوات الأجبية ونكسر ونعطي بمعناها الشاركة مع الآخرين مع كل اللي حولينا دي كلها اساسيات البركة قدام التلات حاجات دول في البركة فيه تلات مفردات عجز البشر دول اللي قدموهم التلاميذ عجز البشرية قدامها كمالات المسيح أول حاجة قدام رفع نظره نحو السماء التلاميذ قاله ايه الموضع هنا ايه ها هنا قفر يعني هنا الدنيا قفر خالص فربنا كأنه بيقولهم لما يكون الموضع قفر ما تبصوش عليه تبصو فين لفوق ما تبصش للأرض وإمكانياتها والقفر اللي فيها بص للسماء وغناها والنعمة اللي فيها هتلاقي السماء بتدي كتير قوي الحاجة التانية المفردات عجز البشرية أو عجز التلاميذ لما قالوا له احنا ليس عندنا ما عندناش أكتر من خمس خبزات وسمكتين ربنا قال لهم كلمة جميلة قوي قال هاتوا لعندكم ده وهنعمل في ايه هنشكر ربنا عليه نشكر الآب عليه والشكر ده هيزود الحاجة زي ما قال أحد الأبال الديسين ليس تعطيها بلا زيادة إلا التي بلا شكر فالشكر بيزود الحاجة الحاجة التالتة قالوا له ما هذا لمثل هؤلاء يعني حتى لو عندنا أكلة هيكفز زي خمس تلاف أسرة فربنا قالوا ما تلقوش لما بنكسر ونعطي بعد رفعة النظر للسماء والبركة دي هتكفي كل الناس اللقمة التي تقسم تزيد عشان كده كل ما احنا بنعطي للآخرين ربنا بيفيد بالبركة ويغنينا بالبركة كلنا ياريت نحط قدامنا التلت حاجات دول رفع نظر نحو السماء وشكر وبارك وكسر وأعطى لإلهنا كل مجد وكرامة لأبن آمين